موسيقى مشاهدين الكرام مساء الخير لبنان بفراغه الرئاسي بحكومته العاجزة بمجلسه الممدد والعاطل عن العمل بنفاياته المكدسة بمؤسساته الرقابية المتخبطة بوحدته الوطنية المهتزة بتحالفاته المستجدة وسرياليته الفاقعة لبنان الواقف على خطوط التماسي الإقليمية وفي خضم الحرائق المشتعلة في المنطقة هل أصبح من الضرورة مراجعة دوره وموقعه ونظامه وطبيعة حياته السياسية كيف يعبر وسط حقل الألغام المتزايد وهل ما زالت مظلة الأمان مرفوعة فوق رأسه في لحظة حاسمة محليا وإقليميا وبانتظار الحلول والتسويات العابرة بين الدول والتي قد تأتي عاجلة أو قد تأتي متأخرة وسط كل هذه الألغام نصطديف الليلة دولة الرئيس حسين الحسيني رجل الموقف الآتي من كتاب لا يخطئ والطالع من زمن تضبط دقات ساعاته على إيقاع دستور ومؤسسات ونظام طامح لبناء دولة تحارب عصر المزارع السياسية مباشرة من دارته في عين التيني نطل مع رئيس حسين الحسيني على الملفات والمواضيع والعنوين السياسية والدستورية والخلافية من لبنان إلى المنطقة دولة الرئيس مساء الخير أهلا وسهلا فيك كل هذه العنوين والمواضيع نحاول نشملها بلقاءنا معك للليلة وفي كثير من الملفات المرتبطة المرتبطة إن كان بالوضع الداخلي اللبناني أو بالوضع الإقليمي أو المتداخلي بين اللبناني والإقليمي والخارجي أبدأ معك اللقاء دولة الرئيس قبل الدخول بعنوين الرئاسة الشاغرة والحكومة وقانون الانتخاب وإلى ما هناك أبدأ معك بالمشهد العام الذي يربط لبنان بالمنطقة بظل ما يحدث حولنا بظل الحديث ربما عن انتهاء سايكس بيكو كما يقول البعض بظل الحديث عن رسم خارطة جديدة للمنطقة عن خطر التقسيم في سوريا بظل كل هذه الزلازل المحيطة لبنان أين يقع؟ على أي خط يقع لبنان وسط كل هذه التعقيدات؟ طبعا بالنسبة لموقع لبنان ودور لبنان يهمني أن أوضح لأن لبنان منذ النشوء الأول حصل ميزات فهو نشأ منطقة لجوء بحكم تضاريسه الجغرافية ومنطقته ووعورة جباله لكون منطقة اللجوء تتطلب مخابئ الهروب من الدول المتعاقبة والتي ليس من شأنها إلا كبت الحريات ومنع حرية الرأي والمعتقد إذا ما هناك فلبنان حصل مسألة الحريات العامة منذ أمدا بعيد وهذه السروة التي هي الحريات العامة في كافة الحقول هي أساس ميزة لبنان هذه الحريات أنشأت إنسانا منفتح وقابل للاعتراف بالآخر وبالتالي هذا الإنسان أسس نخبة لبنانية بالداخل وبالخارج متقدمة على الشعوب الأخرى نعم في المنطقة الشعب اللبناني هو شعب واحد ولكن بحكم هذه التموجات أصبح ينتمي عدة انتماءات بدليل أن كل عائلة في لبنان تقريبا متنوعة الانتماء الطائفي والمذهبي ولكن التنوع في لبنان محمي بالوحدة وبالتالي السروة الثالثة هي التسامح الديني ذلك أن أكثر من نصف الشعب اللبناني زيجات مختلطة منذ مئات السنين نعم بس هون يعني الميزة الرابعة هي التعود على الحياة الانتخابية فهناك مختار وهناك بلدية وهناك نائب ينتخب ونائب يخسر وهناك رئيس سابق يعني تماما يعني نحنا تماما كنا دايما نتغنى أنه لبنان بمحيطه ربما البلد الوحيد يلي فيه رئيس جمهورية سابق أي هناك فلا معت فيه رئيس جمهورية حالي صار فيه بس سابق تناوب على السلطة نعم مسألة تناوب على السلطة بحيث الذي يخسر يقتنع بالخسارة هذه الميزات الأربعة شكلت وظيفة لبنان بأن يكون نافذة المنطقة على العالم ونافذة العالم على المنطقة هل مزالت هذه الوظيفة مطلوبة أم هذه الوظيفة وموقع لبنان أصبحوا بخطر بالمرحلة الحالية مطلوبة جدا رغم كل التعقيدات ورغم خرائط جديدة ترسم للمنطقة كما يقال المنطقة هي منطقة عربية وإسلامية وهي تشكل شبه قاررات موصلة متصلة بجميع القاررات وبالتالي هذا الاتصال يعطي لبنان أهمية قصوة بمسألة بمسألة الانفتاح على الآخر وترتيب العلاقة مع الآخر بهذه المنطقة المسلمون الآن في حالة دفاع عن النفس المسلمون والعرب في حالة دفاع عن النفس لأن لأنهم مستهدفون هم يدافعون عن شخصيتهم عن أوطانهم عن مقدراتهم عن سرواتهم عن حقوقهم في المشاركة في القرارات الدولية الآن هم في موقع الدفاع عن النفس نعم والغرب في الحقيقة هو الذي يهاجم هذه المنطقة بحكم التمسك بمصالحه النفطية المتواجدة في هذه المنطقة نعم النفطية وغير النفطية لأنه هو منطقة الممرات ومنطقة السروات يعني المنافع الاستراتيجية والنفطية الموجودة بهذه المنطقة هي الهدف بالنسبة للغرب منذ قناة السويس التي وفرت على الغرب الدوران على رأس الرجاء الصالح حتى الآن نعم مرورا بكل المصالح النفطية للأسف عبر هذا التاريخ حصل تقدم كبير بالعلاقة بين هذه المنطقة وأوروبا هذه المنطقة وأسيا هذه المنطقة وأفريقيا أصلا ولكن لم يحصل أي تقدم في مع الولايات المتحدة الأمريكية فبقيت الولايات المتحدة الأمريكية تتكل على القوة لفرض مصالحها في المنطقة وليس على إنشاء مصالح مشتركة مع سكان المنطقة هذا لا يعفي سكان المنطقة من التقصير الفاضح في عدم إيجاد المساهمة في إيجاد هذه العلاقة الطبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية فإذا نظرنا إلى نشوء إسرائيل نجد أن إسرائيل في المؤتمر الصهيوني أساسا لم يكن ينوي الاستطام في فلسطين كان يفتش عن أغندا عن البرازيل عن عدة أماكن ولكن ليس فلسطين ولكن من منا لا يعلم أن 1905 لجنة بن أرمان هي التي أوحد أوحد بفصل هذه المنطقة الأسيوية عن المنطقة الأفريقية وبالتالي سيطرة على هذه المنطقة بوسط هذا الشرطي الذي زرعته بين القهراتين طيب دولت رئيس إذا أريد أرجع إلى الداخل اللبناني اليوم لأمت لبنان وسط هذا الصراع في المنطقة لأمت قادر رغم تركيبته الهشة وانقساماته السياسية الحادة بهالظرف لأمت قادر يحافظ على دوره وعلى استقراره وعلى صيغته لا الآن هو عم يدفع ثمن عدم قيامه بذوره يعني منذ 1975 أو تحديدا 73 نعم وإذا معنا النظر تحديدا 67 حيث صارت الهزيمة العربية وبالتالي نشأت فكرة أن الشعب الفلسطيني هو صليعة قوة تحرير فالعمل الفدائي هو أجدى من العمل العسكري بواسطة الجيوش المنظمة تماما نجد أنه في مؤتمر الخرطوم الأردن وسوريا ومصر استدركوا مع السماح بالانطلاق للعمل الفلسطيني الفدائي من دول الطاق استدركوا وطلبوا أموال عربية لتقوية جيوشهم من أجل استيعاب الردود الفعل بينما لبنان لأنه لم يكن بعد قد اقتنع بإخامة الدولة وكان بمثابة مزرعة بحصص وإلى أسلحة الانقسامات لبنان الطائفية مش كانت هي عنصر أساسي بعدم الوصول إلى موقف موحد أو صيغة يعني انقساماته السياسية والطائفية ونظرة كل جهة إلى مسار الأمور يعني بهذا الوقت ما فينا نحفظ على الطائفية لأن الطائفية نحن مخترعين وبالتالي الدول ذات المصالح في المنطقة اللي اعتبرت لبنان بواسطة الطائفية مدخل ليفوتوا يعني اشتغلت على تعزيز هالشقاق أو هالانقسام أو هالفكرة لحتى تقدر من خلالها تنفذ مشاريع الطائفية بطبيعتها يعني أي تنظيم طائفي أي حزب طائفي مجرد أن تظهر وظيفة هذا الحزب فيكون مضطرا إلى اللجوء إلى الاستقواء بالخارج على الداخل من ثورة طانو الشهين حتى الآن عندما يلجأ إلى استثارة النعرة الطائفية تكون الاقتعاية في خطر فبالتالي الطائفية تحمي مصالح الإخطاعية نعم ويصير فيه كمان ارتباط بدول وبمحاور يعني مثل ما كنا نعم يعني هذا الحديث بينقلنا إلى ما يجري الآن يعني بظل الارتباطات الخارجية بظل كل فريق ربما لبناني عنده ارتباط في الخارج بظل كل هذا الواقع يعني عم نشوف أنه فيه أزمات عم تستجد على الساحة طوال الأسبوعين الماضيين لبنان يعيش على إيقاع الأزمة مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية من خلال قرار المملكة بالنسبة للهبة ثم موضوع ما حدث في مؤتمرين القاهرة وجدة وكمان ما حصل بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ووصف أو نعت حزب الله بالإرهاب ووصولا إلى مؤتمر وزراء الداخلية في تونس كل هذه الأنصورة الخلاصة وصلنا إلى أزمة بالعلاقات مع المملكة العربية السعودية والمنطق السعودي يقول أنه من حق السعودية أن تغضب من بلد دائما هي يوقف معه بالسلم وبالحرب ودائما المملكة عندها أفضل العلاقات مع لبنان تاريخيا وعملت الكثير من أجل لبنان وتعتبر أنه لبنان لم يقف معها كما كانت تتوقع أو كما كانت تريد إضافة إلى المواقف والتصريحات التي تنتقد والتي تهاجم المملكة العربية السعودية اليوم كيف ممكن تتصوب الأمور كيف ممكن الخروج من هذا المأزق قبل ما أسألك عن قصيد العروبة والإجماع العربي خلينا بس نبدأ بموضوع السعودية خلينا لنورد بمؤدمة كلامك شيء عن الساكس بكو بالسؤال أنا أعتقد التهويل بتقصيم العراق ثم سوريا ثم لبنان ثم يعني إعادة النظر يعني تقصيم المقسم هذا كأننا يعني ننقل الماء بالسلة بالنتيجة لن نصل إلى أي نتيجة بهذا المعنى يعني من رأيك هذا مجرد تهويل تهويل ليس غير قابل للتطبيق يعني الواقع مثلا بالألفين وثلاثة عندما هجمت هجمت العراق وبالتالي أسقط نظام صدام حسين علما أن المشكلة بدأت وانعكست على لبنان عند احتلال العراق للكويت نعم ولكن هذه المرحلة أظهرت بأنه الموضوع سهل وهناك مجموعة كردية ومجموعة سنية ومجموعة شيعية كل جهات تعمل دولة وماشي الحال شو تبين أنه هاي نظرة سطحية بالرغم من قرار الكونغرس بهالمعنى إلا أنه مثلا القوة الضاربة في العراق هي القوة العشائرية العشائر العراق كل العشيرة فيها مسيحيين ومسلمين فيها عرب وفيها أكراد يعني متداخلين ضمن العشيرة الوحدة أو المنطقة الوحدة فكيف يمكن تقسيمهم بناء على طواقف أو مذاهب أو إثنيات إسلحالة مطلقة ولكن الآن نتيجة التورات التاريخية والألام التي تركت في المجتمع العراقي هناك تخبط لم يصل إلى مرحلة إلى مرحلة السماح للعراقيين في أن يقيموا الدولة العراقية لتحمي مصالحين خليني بس بالنسبة للبنان ليست الوصفة الأولى ووصف للبنان التقسيم عام 1842 وعملوا مقامتين أمامية النصارى وأمامية الدروس وانتهت بأبشع المجازل ثم قبرصة لبنان من 75 إلى 91 شو صار يعني 220 ألف أتيل وما حدا قدر أصم لبنان وهكذا مش جديدي على سوريا الدولات نعم يعني لا تخاف على تقسيم الدول العربية يعني تعتبر أنه الحديث عن تقسيم سوريا والعراق والخوف من أنه يمتد الأمر للبنان هذا مجرد تهويل غير قابل مجرد استخدام استخدام غير قابل لطالة أمد الأزمة ولكن غير قابل للتطبيق خليني أرجع لموضوع الأزمة بالعلاقة مع المملكة كيف ممكن تصويب الأمور يعني إحنا بظل يعني عشنا أسبوعين وبعدنا على إقاع أزمة مستجدة بالعلاقة مع السعودية ومع الدول الخليجية ويبدو أنه هذه الأزمة عم بتزيد يعني شفنا اجتماع وزراء الداخلية العرب بتونس وعن بنحكى عن تدبير ممكن تكون مستقبلية بهالإطار وبالمقابل فيه يعني اليوم سمحت السيد حسن نصر الله بيقول كمان أنه لبعض الأنظمة العربية أنه ما بدنا شيء لا تحله عنه أيضا يعني انتقاداته من يومين للمملكة وصلت إلى حد الحديث عن السيارات المفخخة اللي كانت مثل ما قال بإشراف سعود يعني اللي كانت تجي على لبنان يعني يبدو أنه العلاقة متجهة إلى المزيد من التصعيد كيف يمكن الخروج من هذا المأزق مما لا أشك فيه أن التوقف عن تطبيق اتفاق الطائف عام 1992 وكان أول شرخ جديد في الوحدة الوطنية عندما خاطع المسيحيون واستكملت الانتخابات بدونهم هذا الأمر أعادنا إلى نقطة صفر اتفاق الطائف أوجد الوحدة الوطنية وللمملكة العربية السعودية فضل هي وسوريا والمغرب والجزائر في إنجاز هذا العمل التاريخي التاريخي بالنسبة للبنان وبالتالي الموضوع المقياس لاتفاق الطائف هو وحدة لبنان عيش المشترك في لبنان عروبة لبنان هذه المسائل الأساسية في التكوين اللبناني هي المقياس والمعيار على صحة أي تصرف من قبل أي جهة نحن من قبل أي جهة أي جهة داخلية داخلية أو إخليمية أو خارجية نعم أي إخلال بهذه المسألة هو إخلال باتفاق الطائف وبمصير لبنان من هنا مثلا المملكة العربية السعودية مع المجموعة العربية فليس من مصلحة لبنان أن يكون على خلاف مع المملكة العربية السعودية أو مع أي دولة العربية أخرى نحن جزء من المحيط العربي وجزء من الجامعة الدول العربية بالعكس نحن مؤسسون في جامعة الدول العربية بس مسار الأمور يخذنا إلى خلاف في غضب سعودة من لبنان يترجم بعدة مواقف منها سحب الهبة وإلى ما هناك وفي آراء لبنانية تقول سمحت السيد نصر الله يقول اليوم أنه من يواجه السعودية في سوريا هو المدافع الحقيقي عن المصلحة اللبنانية خليني كفل أي فإذا الموضوع العربي العلاقة مع المملكة أي ومع من ضمن الموقف العربي مع عروبة لبنان ومع وحدة لبنان وهذا الموقف الذي ترجم بقمة الدار البيضاء عام 89 واتفاق واتفاق الطائف وتنفيذ لما رسم في الدار البيضاء واللجنة العربية الثلاثية بالمقابل في هذا الوقت هناك تشبس بحق لبنان المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيل وخصوصا أن لبنان دفع الغرامة عن كل الأمة العربية وعن كل الأمة الإسلامية في مواجهة العدو الإسرائيل وحتى الآن لم ينال أي تعويض عن الخسائر التي منية بها بالنسبة للمقاومة هي أساسية من صلب الوفاق الوطني ومن صلب المساق الوطني لا يمكن أن نقبل بأن توصف بأنها إرهابية بالمقابل إيران هي دولة لنا علاقة معها بحيث نحن من ناصر ثورتها ومن ساعدها ودعمها في إقامة هذه الثورة على حكم كان يقيم علاقات مع إسرائيل بمواجهة كل المصالح العربية فإذا لبنان مستفيد والعرب مستفيدون من هذا الدعم للمقاومة من قبل إيران ولكن هذا وذلك لا يجيز لنا أن نصبح بلدا شحادا هذا مقابل يعني بيع المواقف على الشكل المزري الذي يثيء لنا وهذا ينطبئ دولة الرئيس على الطرفين نعم على الطرف الذي يبيع مواقف للسعودية والطرف الذي يبيع مواقف لإيران هذا العمل هو ناتج عن الفوضى التي نتجت عن اهتراء الحكم اللبناني أي دولة الآن لنعرف ما هي سياستها فغياب وجود الدولة يؤدي إلى اعتبار أن أي جهة تدافع عنها وتصارع من أجل البقاء بس هنا الواقع صاير أنه في طرف لبناني وفي طرف لبناني آخر وكأنه على خصام بين يعني عم بترجم الصراع بين العروبة أو بين العرب وبين الفرس يعني عم نسمع بالتصريحات يلي خلال هذين الأسبوعين نسمعناه من أطراف لبنانية ومن سياسيين لبنانيين وجهات لبنانية أنه لا يمكن للبنان أن يستبدل عروبته وأن يصبح فارسي يعني صفى وكأنه هذه التصريحات عم بتحط لبنان بين محورين أنه يبدو يعني لا يمكن أنه يكون هيك على حساب هيك يعني ما رح ينتقل من العروبة إلى التفريس نحنا بسنة بطائف تحديدا رفضنا القول أنه على لبنان أن يثبت عروبته فعروبة لبنان هي لبنانية العروبة وليس عروبة اللبنانية لأن المثال الواضح على نجاح العرب هو الانتصار للبنان لأن لبنان يقاوم عن العرب جميعا وأنشأ انتصارات بوجه الاحتلال الإسرائيلي كأول انتصار عربي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ضدها العدو فلبنان وليس بحاجة لإثبات عروبته فهو العرب وهو العروبة من حافظ على اللغة العربية عبر التاريخ لبنان وخصوصا الأديرة المارونية التي حفظت نصوص اللغة العربية بوجه تتريك المنطقة بكاملها إذن هذا النوع من التخبط لا يناسب لبنان الذي يناسب لبنان الآن هو المطالبة للدول الشقيقة وللدول الصديقة وللدول الفاعلة عدم التدخل بالشؤون اللبنانية وإفساح المجال أمام لبنان بأن يستعيد شرعية الدولة اللبنانية وأن يقيم هذه الدولة وعند ذلك لن يكون إلا صالحا لمواجهة كل العدوان على العرب وعلى المسلمين الذين هم الآن بحالة الدفاع لكن الحال هنا بدي أستعيد بدي أتذكر حديث لإلك دوتر الرئيس بمجلة المستقبل سنة 78 بفتكر أو 77 78 وحكيت فيه عن مفهوم العروبة ووقتها كان الفكرة الأساسية أن العروبة ليست مرتبطة لا بدين ولا بطائفة ولا بمذهب ولا بدولة معينة يعني العروبة مفهومة أشمل وأوسع ومبدأي أكثر من أنه تكون مرتبطة بجماعة أو بطرف أو بدين أو بطائفة ويمكن ويمكن عم تنفهم غلط العروبة هلأ العروبة الحضارية العروبة الحضارية خلينا نشوف كيف يعني مثلا أول أول من فكر بالوحدة السورية هو المعلم بطرس البستاني بإنشائه جريدة باسم نفير سورية عام 1860 ثم ناصيف وابراهيم اليازي هم الذين رأوا بأن الوحدة السورية لا تكفي لمواجهات السيطرة العثمانية فالعروبة هي التي تجمع وهي التي من شأنها أن تخف في وجه طيب العروبة اليوم هل تعتبرها كمفهوم انطلاقا من هذه المبادئ كمفهوم كمبدأ هل العروبة اليوم هي بصحة جيدة أم معتلة بهالزمن وبهالمرحلة هي محتجزة مين محتجزة الانظمة الدول الانظمة دول وين في دول المنطقة العربية ما في دول يعني الانظمة العربية دولة الرئيس محتجزة المفهوم الحقيقي للعروبة ليش كل واحد يفسرها بوضوء مصالحه لأنه بصراحة نحن من وقت خروج المنطقة من الحكم العثماني نحن في حالة صراع على السلطة نعم في كل في كل الأقصار صراع على السلطة ولا شيء غير ذلك وبالتالي توظيف كل القضايا وقدسية القضايا بالصراع على السلطة يؤدي إلى ما نحن فيه نعم خلينا اختم هذا المحور قبل ما اخذ فاصل اعلاني ومن بعد وانتقل لنحكي عن موضوع الفراغ الرئاسي واقتراحك قبل ما نختم هذا المحيد انا بقول مصر امل الكل لانه الان الفكرة بانه يجب ان نواجه المسلمين متفرقين بدلا من ان نواجههم مجتمعين هي القائمة الان بينما بغياب مصر تحدث هذه الانشقاقات مع وجود مصر مصر ذات الاسلام القرآني ذات العيش المشترك الاسلامي المسيحي مصر هي ضمان فضلا عن ان دور مصر ضروري ومصيري وحيوي لجميع الدول العربية لانه بالنتيجة اذا لم يحل التفاهم بين العرب والفرس والأتراك لن يكون لمنطقة شرق الاوسط اي قيمة في المنظر الدولي او اي استقرار حتى لا يكون في استقرار ايضا نحن جميعا محكومون بالعمل على تفاهم هذه القوة التي تمثل قوة شرق الاوسط بانتظار ذلك واقعنا اللبنان حتى لما نشوف انه في اختلاف على مفهوم العروبة في اختلاف على مفهوم العلاقات مع الدول العربية ما اختلاف على مفهوم العروبة ابدا بداخل لبنان ابدا يعني لما في جهة معينة بتلاقي انه ما يقوم به لبنان من قرارات يعني بناء على موضوع السياسي الخارجي بناء على دور حزب الله بالمنطقة في طرف لبناني معين بيعتبر انه هذا تخريب لعلاقة لبنان مع محيطه العربي وهذا طعن في عروبة لبنان لمصلحة المحور الفارسي او الايراني يعني في اختلاف على النظر بهالامور سمحوا له للبنان يقيم دولته وهو يتعهد بموجب دستوره بموجب ميثاقه الوطني ان لا يفتح بالمجال امام اي شيء من هذا الخبيل بس يعني في انقسام حتى على المصلحة الوطنية في انقسام حتى على علاقة لبنان مع البلدان المجاورة الميليشيات مش الدولة اللبنانية مش الشعب اللبنان يعني نحن اليوم محكمون من قبل ميليشيات في لبنان طبعا طبعا بس بظل هذا الحكم في انتظام عام بده يمشي يعني في علاقات خارجية في استقرار داخلي في كمان عنا تأثيرات سلبية عم بتكون على الداخل اللبناني بناء على مواقف معينة تطلق في هذا الاتجاه او في ذاك الاتجاه هذي كلها كيف بدأت تتصوب لما الرئاسة مورية شغرة لما مجلس النواب صاروا نواب سابقين ما عادوا نواب حاليين لانه مددوا لحالهم خلافا للدستور وخلافا لارادة رئيس جمهورية والحكومة انا ذاك في كل وقت ايضا الحكومة هي حكومة عاطلة عن العمل نعم وغير قادرة على معالجة تنكة زبالة مش زبالة كل زبالة كيس زبالة ما عم تقدر تشيله أبدا صلاحا فإذا لابد من الخروج والجديد بمقابلة معك سبق وقلت أنه ما رح يصير انتخابات رئيز هذي من سنة تقريبا أكتر كنا لأ من سنتين قبل من سنتين مثل هالأيام قبل انتهاء ولاية رئيس يعني قبل 25 أدار 2014 اللي كانت هي بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية صحيح بالتداول حول موضوع فكرة رئيس انتقال يعني طالما مش عم نقدر نوصل لحل ليش ما بيكون فيه رئيس انتقال رح ناقش معك دولة الرئيس هذه الفكرة والموضوع اللي علاء بالفراغ الرئاسي وليش وصلنا له مباشرة بعد هذا الفاصل الاعلاني ونتابع مشاهدين اللقاء مع دوت الرئيس حسين الحسيني دوت الرئيس منتابع معك لنحكي بهالمحور عن موضوع الفراغ الرئاسي من سنتين عم نعيش تقريبا من سنتين هذه أول مرة بتاريخ لبنان بيمرؤ هالفترة الطويلة بدون ما يكون عنا رئيس للجمهورية وتاليا أزمات تستجد انطلاقا منها الفراغ هل تنامي الصراع الإقليمي في المنطقة هو الذي يحول بالدرجة الأولى دون الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان لا الذي يحول هو أن السلطة الحاكمة في لبنان والتي هي فاقضة الشرعية في سبيل استمرارها في السلطة عم تأخر بسبب انقسامها حول الرئاسة بين 8 و 14 بس ما هنا بمثله امتداد لمحاور إقليمية كمان هالفريقين السياسيين أساسا تماما ولكن ما بمثله شعب اللبناني هذا معروف معروف يعني بالاستقصى اللي عملته الشهرية التبع التوثيقية اللي بتطلع مجالة الشهرية عملت السقصة على كامل أراضي اللبنانية على كامل فئات الشعب على فئاته العمرية الثقافية إلى آخرين طيب مين مع ثمانية مين مع أربعة عشر طرع 62% قالوا ما قلون علاقة لا بثمانية ولا بأربعة عشر وثمانية بالمية ما قابدوا رأي حصرنا بالسبعين ضل فيه 30% 30% بيتقاصموا بس أليس مبالغ فيه بس لو سمعت مش مبالغ فيه هذا الرقم يعني كيف أنه بس 30% قابدوا رأي ونتبق يعني خلينا ناخد حزب الله من أني أدار أنه جمهور حزب الله جمهور طويل عريض بالمقابل لا صحيح بالمقابل هونيك المستقبل تيار المستقبل القوات اللبنانية والآخر هذي قبل ما يتفرقوا العشاء عندهم جماهير أنا ما عم هولي الجماهير وانا ما عم بنصقص من من 14 أو 8 قدرتهم الجماهيرية بس عم بجي بقول لو كان إلهم الأكثرية شو المانع ما يقبلوا بالاحتكام للشعب بانتخابات نيابية يعني طبعا شو المانع إذا كان واسقين من قدرتهم ومن جماهير هون بل لأنه مش واسقين من قدرتهم على السيطرة على مجلس النواب يعني كل فريق منهم منه ضامن النتيجة وبدوا عم بيبحث على قانون انتخابي خيطه على قياسه منشان يضمن الفوز بالأغلبية تقدر يستأثر بمجلس النواب هذه ما إذا بقينا بهالطريقة يعني ما في دولة حتى لو انتخبنا رئيس جمهورية لأنه لما نجي نقول انتخاب رئيس جمهورية كيفما كان نحن بحاجة إلى مرحلة انتقالية عم نهرب وقت انتخاب الرئيس ساركيس انتخبنا قبل ستة شهر من نهاية ولاية الرئيس فرنجي نعم ولا لا حتى تكون هذه مرحلة انتقالية نحضر فيها الأوانين الإصلاحية وإلى آخرين طيب مروا ستة شهر ومروا ستة سنين ومعنى ما ساشي وهربنا من المرحلة الانتقالية اللي بتعمل قانون انتخاب اللي بتعمل قانون سلطة قضائية مستقلة اللي بتعمل قانون دفاع عم نهرب من إقامة الدولة رجعنا رجعنا بالانتخابات اللي صارت بالطائف طيب في مرحلة انتقالية ومنصوص على الأوانين اللي التطبيقية اللي بتطلع لأنه بصراحة هلأ في كثير بيقولوا انه الطائف أخذ من رئيس جمهورية صلاحية رح احكي عنها بس قبل لا اكتار بيقولوا هاك بالرغم من انه انا بقول مش صحيح بس ما عن حق يقولوا هاك لانه بعد ما كملنا الأوانين التطبيقية اللي بتوضح صلاحيات رئيس جمهورية هو صحيح كأنه عملنا خدعة بالطائف على رئيس جمهورية يعني نقلنا صلاحيات من عنده لمجلس الوزراء وما حددنا شو علاقته بمجلس الوزراء ليش ما صار فيها حديث لأنه ما طلع الأنون التطبيقية وليش ما طلع الأنون التطبيقية لأنه لأنه هذي حكم الميليشيات رجع حكم بسنة 92 بواسط انتخابات للانقلاب على اتفاق الطائف أه إذن صراحة ووضوع إذن الخطأ الأساسي هو مش قصة أنه الطائف أشط رئيس الجمهورية صلاحياته أو سحب صلاحيات من رئيس الجمهورية القصة وما فيها أنه عدم صدور أوانين تطبيقية وتعطيل تنفيذ الطائف سنة 92 بالانقلاب اللي حصل عليه وإذا ما عملنا الأوانين تطبيقية صحيح مئة بالمئة أنه هذا شلحنا رئيس الجمهورية كثير من صلاحياته بس شو هي الأوانين التطبيقية يعني هلأ منقول يعني القانون الانتخاب آه أوكي القانون السلطة الإجرائية القانون نظامها الداخلي آه لأنه بدون نظام داخلي كيف نظام داخلي لمجلس الوزراء طبعا طيب هون ما زالك عم تحكي به هالنقطة بدي أرجع يعني بدي أرجع لسنة من 18 سنة من 18 سنة سنة 1998 وقتها عند مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سليم الحص بهذاك الوقت بمجلس النواب حضرتك حكيت دولة الرئيس عن أمور لم يتم تطبيقها بالطائف ويبدو أنه بعد 18 سنة بعدنا يعني من سنة 1998 اليوم نحن بال2016 بعدنا عم نرجع من عيد نفس الشي خلينا نتذكر بهالمقتطف هالمقطع يلي أخدناه من مناء أشتك للبيان الوزاري بسنة 1998 داخل مجلس النواب حكيت عن عنوين لم تطبق ويجب أن يتم تطبيقها مناخد فكرة شوية مشان نتابع الحديث بهالإطار فليتفضل أحد ممن كانوا في سدة الحكم أن يذكر لي مؤسسة واحدة قد بنيت من المؤسسات التي أتى على ذكرها اتفاق الطائف أين مؤسسة مجلس الوزراء أين السلطة القضائية المستقلة نتدرج إلى المؤسسات الأخرى اللامركزية الإدارية أين أصبحت اللامركزية الإدارية التي هي أساس قانون الانتخابات النيابية الذي يؤمن تمثيل الشعب كافة فئات الشعب وأجيال الشعب تمثيلاً صحيحاً وبالمناسبة أيضاً تقدمنا من خلال اللقاء الوطني النيابي وعدد كبير من الزملاء باقتراح قانون دستوري بتحقيق تمثيل أجيال الشعب أي الشباب منهم الأجيال الشابة بإنزال سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة وأرى أن أمر على مسألة الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية إذ أن نص المادي 95 يقول بتشكيل بأن على المجلس أن يشكل هيئة وطنية طبعاً يرأسها رئيس الجمهورية ومن أعضائها رئيس المجلس ورئيس الحكومة وشخصيات فكرية وسياسية واجتماعية إلى آخرين كيف يمكن اختيار هذه الشخصيات وكيف يمكن تشكيل هذه الهيئة الوطنية المهمة إذا لم يسبق ذلك قوانين وأنظمة داخلية لهذه الهيئة تمكننا من صحة اختيار الأعضاء الهيئة وتطمئن الرأي العام إلى أن هذه الهيئة تأتي لتمهد وبدونها لا يمكن أن نسير على الخط الصحيح يعني 18 سنة مرقوا على هالكلام وبعدنا مطرحنا يعني بعدنا هلأ مرقناه هون كأنوا عمينحكوا هلأ ما في شي تطبق ما في شي تنفذ من يلي حكيتون لا من هالأوانين التطبيقية لا من الإصلاحات اللي كان لازم تطبق وسمعنا على كل حال بعدنا لهلأ كل هالبنود ما نعمل شي منهم بس أنا بدي أفهم نقطة محددة يعني حضرتك عم تقول دوت الرئيس أنه لو تم تطبيق هذه الأمور ما كان بينقال أنه تم تخفيض أو تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية كيف يعني كيف رح تتفز صلاحياته طالما في جزء كبير منها نقل إلى مجلس الوزراء مجتمعا مثلا مجلس الوزراء رئيس جمهورية بيرأسه ساعي الطيشاء لا لحتى يشرف على المشاركة لأنه بمجلس الوزراء مألف مجلس الوزراء من عدة صوائف عدة مذاهب وفي أكثريات موصوفة لا يمكن اتخاذ قرار بالأضايا الأساسية إذا ما كان بيحصل على التلتان ورئيس جمهورية شغلته أنه يعمل حكومة متوازنة التي تمنع تملك أكثرية مقررة أو أقلية معطلة لفقة أو شخص أو طايفة يعني ما فيه تلت معطل يعني ما بقت لا هذا الشيء التلت المعطل هذا بدعة يعني ما لازم يكون موجود طبعا طبعا ما لازم يكون موجود لأنه التعطيل بيصير وطنيا مش بيصير طايفيا مش أنه طايفة من الصواقف قالت ما بدنا نحضر أو نوابها أو فريق يعني معين الأمر التاني مثلا بصلاحيات رئيس جمهورية أنه صار هو رئيس المجلس الأعلى للدفاع شو معنى مجلس الأعلى للدفاع اللي بيرسم الخطة الدفاعية والخطة الدفاعية مش عسكر فقط استراتيجية استراتيجية بكل مناحلة حياة الدولة لماذا لكان في أذن الأصوات بنسمعها عم تعترض وعم بتقول أنه يجب تعديل هذا الأمر وإعادة الصلاحيات لرئيس الجمهورية لماذا المنح العام أنه طايف شلح الصلاحيات لأنه ظاهر أن نقلنا السلطة من شخص رئيس جمهورية لشخص رئيس الوزارة هذا الأمر مضر برئيس الوزارة وبرئيس جمهورية بينما لو تم تطبيق هذه البنود التطبيقية نكون نقلنا للمؤسسة نكون نقلنا لمؤسسة مجلس الوزارة اللي يترقص رئيس الجمهورية ساعة يا شاء خليني انتقل لأقتراحك بأول أيام الفراغ الرئاسي حضرتك دولة الرئيس حكيت عن اقتراح قلت أنه الحل بيكون برئيس انتقالي أو رئيس لمدة سنة إذا الشي وخلال هالسنة بيصير فيه قانون انتخابات وانتخابات نيابية وإلى آخرين هذه من سنتين حكيت عنها اليوم عدت واعتبرت بتصريح لألك إلى صحيفة النهار من حوالها أسبوعين أنه تقول ربما جاء الوقت للبحث أكثر في هذا الاقتراح فعندي سلسلة أسئلة مرتبطة بهذا الأمر بداية هل صحيح ما يتم تداوله أنه في بعض الدوائر الدبلوماسية والسياسية بدأت تستطلع هذا الاقتراح؟ ممكن يعني ممكن يعني في صار كلام معك أو كيف؟ معك معظم السفراء يعني حكوا معي بهذا بهذا الاقتراح؟ ايه مش اليوم يعني من فترة بس هلأ عم بقرأ بالوسائل الإعلام أنه في حكي بهذا الموضوع بس يعني هو طبيعي لأنه ما في حال تاني بس أني وقت اللي استطلعوا هذا الأمر أو حكيوا معك يعني كانت الفكرة بالنسبة لقالهم غريبة أو الفكرة كانت مقبولة بعضهم ما كان متطلع على أنه شو معنى المرحلة الانتقالية المرحلة الانتقالية مش الفن للفن المرحلة الانتقالية لأنه عمليا جربنا ثلاث عهود ثلاث عهود وراء بعضهم وما قدرنا عملنا الأوانين التطبيقية صار بدنا مرحلة انتقالية برئاسة رئيس انتقالي من شأنه أنه ينقذ البلاد وبالتالي الرد علينا وقتها وقت نطرحنا الفكرة وتبناها المركز المدني للمبادرة الوطنية ودرسها دراسة معمقة وقتها أنه لا هذا مس بهيبة رئيس جمهورية هذا اللي بدي اسألك يعني معقول هذا الحكي يعني أنه بدنا رئيس جمهورية مكبّل على ثلاث عهود عم ينسلخوا من حياة اللبنانيين ومن حياة لبنان بدون أي عمل وعم يتدهور لورا أين صار علينا الدين العام صرنا فوق المية وعشرة مليار دولار أين بعدنا مكفيين يا أخي الأزمات لأنه دولة الأشخاص ما فيها تحل الأزمات المؤسسات بتحل الأزمات بس هوني رئيس انتقالي لمدة سنة حضرتك قلت أنه قيمت أيامة البعض أنه هيدا مس بهيبة الرئاسة يمكن إيه؟ يمكن معه الحق أنه ممكن تصير سابقة ممكن تعتبر ممكن تعتبر أنه ليش بده يكون فيه رئيس انتقالي منشان ينفذ كل هاي الأمور خلي يكون رئيس على ولاية مضبوطة ومحترمة اللي هي ست سنين ويتعهد بتنفيذ هذه الإصلاحات يعني ليش بدنا نمس بولاية رئيس الجمهورية وقد يكون مس بالموقع يعني إذا عملنا أنه رئيس انتقالي شفت وإن الإصلاح أي وضح لنا لو سمح لأنه من 92 لليوم مين اللي عم ينتخب الرئيس ذات الطاقم السياسي اللي ما بيمثل أكثرية بدءا بمقاطعة المسيحيين يعني ذات الطاقم دولة الرئيس مش عم ينتخب ذات الطاقم عم يصدق على انتخاب رئيس منتخب من خارج لبنان افترض إن كان بالعهد السوري أو فيما بعد بتوافق الدول باتفاق الدوحة يعني أنه موافقة كالرأي موافقة كالرأي شو منعمل من تمكنهم يمددوا عمر الأزمة بعد ست سنين ثانية وما نقدر نعمل شي شي غير معقول شو المطلوب المرحلة الانتقالية اللي بيصير فيها رئيس لمدة سنة على الأكثر من شو يعمل تحديدا ليعمل آنون الانتخاب وفقا لوسيقى الوفاء الوطني والدستور اللي هو تحديدا لحتى يكون تمثيل شامل لكل الناس تحديدا نظام النسبي وصوت التفضيل واللي رح نحكي عنه تفصيلية تفصيلية التانية السلطة القضائية المستقلة لأنه بدون سلطة قضائية مستقلة كيف تعمل انتخاباتنا زيها ثلاثة عنون تنظيم أعمال مجلس الوضع الأمور اللي حكيت عنها حضرتك من 18 سنة بس شو بيمنع أنه يكون في رئيس منتخب لولاية طبيعية ويتعهد بإجراء كل هذه الأمور خلال ستة شهر أو خلال سنة أو خلال ما بعرف خليني أكفي الفكرة ليش أنون الانتخاب لحتى يجري هالرئيس الانتخالي انتخابات نيابية على الأساس الأنون الجديد خلال هالسنة طبعا خلال هالسنة ممكن يعملها بستة شهر بستة شهر بتخلص وليته عند إعلان نتائج الانتخابات النيابية وليته بتنتهي بيرجأ المجلس الجديد لمنتخب على أساس قانون عادل وصحيح وتمثيل شتة فيها الشعب ينتج رئاسي أو رئيس جديد لست سنين رئاسي جديد وعند ذلك من كف الطريق هكذا اقتراح ماذا يتطلب عمليا إذا بدوا ينحط على البحث بيتطلب أنه يصير فيه لجوء للمؤسسة الشعبية لأنه اليوم ما عنا شي شرعي إلا القاعدة الشعبية هاي المؤسسة الدستورية الأم الشعب مصدر السلطات هدا بصلب الدستور بصلب أي شرعية لا يعني أصده هيك نوع يعني رئيس انتقالية تطلب تعديل دستوري بمجلس النواب إذا يعني شايفوا يعني ما في حال تاني بس يا أما عم نشهد انفراط الدولة اللبنانية للآخر وبالتالي هون بيصير فيه المخاطر على الكيان وعلى كل هالقصة أو بنعمل هذا الحل هلأ بس هيدا الحل إذا بدوا يتطلب تعديل دستوري بمجلس النواب كيف بدك تقدر تجمعهم يعني إذا رح ينجمعوا على تعديل دستوري لانتخاب رئيس انتقالي كانوا بينجمعوا كمان تينتخبوا رئيس وهن ما عم بينجمعوا يعني ما عم بيكتمل النصاب لانتخاب رئيس كيف ممكن يكتمل لإجراء تعديل دستوري هنه يجتمعوا ليمددوا لحالهم بس ما بيقدروا يجتمعوا لشيء لأنه بيتضمن هالاجتماع إلغاء صرف من الأطراف نحن ما عم نقول لغوهم عم نقول خلي فوتوا على مجلس النواب بقوتهم الحقيقية يعني مش مطلوب إقصاء أحد مطلوب إشراك الجميع ومطلوب حكمه الميليشيات يقتنع أنه خلص بس أنا أصدق أوصل لنقطة أنه هذا الاقتراح رغم ممكن أنه يكون اقتراح في صوابية وفي خروج جزء من الحل وخروج من الأزمة والآخرة ولكن هل هو اقتراح قابل للتطبيق بظل الحاجة إلى تعديل دستوري حتى يمره بظل مواقف القوى السياسية وبظل عدم وجود نصاب ممكن يكون ما بدوا تعديل دستوري إذا وجدوا كل الفراخة الرئيس اللي اللي بيتعهد بأنه يترك يترك الرئاسي فور أنجاز مهمته هيك بدأ نصير نرجع نجيب مار مارون يعني أو مار شربي يعني بدأ بدأ الديست حتى يكون الأد منزه ولذلك أنا مع التعديل الدستوري أنا مع التعديل الدستوري اللي بيلزم رئيس جمهورية أنه يكون مدتها الأد علما أنه هابته رح يكون رئيس تاريخي هذا اللي بينقذ لبنان خلالها ستة شهر هذا بيكون ديان كل اللبنانيين وأنقذهم ما في شيء ينقذ إلا هذا العمل وأنا بقول يعني دائما بكلامي بقول مثل ما بيقول الفقيه أبو حنيفي بيقول كلامنا هذا رأي فمن أتى بأفضل منه قبلناه نعم يعني طبعا هذا الاقتراح يلي دولة الرئيس أنت بتلاقيه هو الأفضل للخروج من هذا الأمر ولكن إذا بدي احكي عن واقع الأمور خارج هذا الاقتراح بالمنطق الدستوري وحضرتك مرجع بالدستور وبالأصول البرلمانية هل منطقي أن يتعطل انتخاب رئيس للجمهورية على مدة سنتين ونعيش فراغ دستوري لأنه في عدد من النواب ولأنه في جهة سياسية معينة ما قبلينة تنزل على مجلس النواب وتكمل النصاب هل هذا حق دستوري أنه النائب يمتنع عن حضور جلسات انتخاب رئيس ونحن عايشين بفراغ سنتين ما في شي بحاسب النائب كأنه عمل خطأ أو عمل صح إلا الهيئة الناخبة الناس يعني الناس أما لما بتخضع النائب لمحاسبة لغير الناس لغير صحاب السلطة اللي انتخبوه عند ذلك أنهاية النظام الديموقراطي صرت بمحلات تانية يعني برأيك عنده الحق النائب أنه يقاطع جلسة انتخاب الرئيس عمده سنتين يعني سنتين قاعدين بفراغ وفي نواب معه بينزلوا هذا حق لقلوا ما ينزلوا خلينا نتذكر بالألف وتسعمية وستة وسبعين انتخاب الرئيس ساركيز نعم أنا من جملة اللي قاطعوا الانتخابين لحتى نمنع النصاب ليه لأنه ما نقابلانين بالرئيس ساركيز اللي فيه اتفاق دولي وإقليمي عليه نعم وبالتالي نحنا كنا مع يعني رغم تأديرنا وصداقتنا مع الرئيس ساركيز كان بدكن العميد ريمون إدي كان بدنا العميد ريمون إدي لأنه بدنا حل الأزمة ما بدنا إدارة الأزمة وهيك صار نعم وكنا نتمنى نكون على خطأ وقته كان 29 نائب آطعوا 29 آطعنا وقت ترشيح الرئيس بشير جميل وقبل معي الرئيس بشير جميل ببيت زميلة طارق حبشي أنه نلجأ لتمديد مدة ولاية الرئيس ساركيز سنتان وبهالسنتان منكون يعني هيئنا الظروف وقتها مش وارد أنه ننتخب بشير جميل الرئيس جمهورية لعدة أسماع وليش ما تمدد للرئيس ساركيز وقتها لأنه الرئيس ساركيز رفض رفض قاطع نعم يعني لما نقابلت وفتحت رغم أني جبت موافقة إقليمية ودولية على هالاختراع وبشير جميل وافق على هالاختراع هو هو رفض لأنه كان مريض وعدان اكتشفت أنه كان مريض وقت قاطعت على كل حال هون بدنا نعزي بيت ساركيز لأنه توفى شقيقه رئيس ساركيز بدي عز كريم ومكرم وعيدة ساركيز بس بوقت دولة الرئيس هل ينطبق ما كان في زمن الحرب يعني 76 كنا بعزدين الحرب الاهلية 22 في إسرائيل محتل البلد محتل بيروت هل ينطبق ما حدث في هذه الأثناء 8 على اليوم يعني كان يصاب ومقاطعة نواب وإلى آخرين 88 مما كنا كمان حرب 88 مش بس قاطع بعض النواب منع النصاب من الاكتمال بالقوة وقطعوا الطرقات على النواب وما خلوهم يروحوا على لسا بعدين بالسورية بوقت كنا بحرب يعني بالحرب قد يكون في تبريرات للأمور بس اليوم نحن ما فيش حرب يعني على أساس يعني بين مزدوجين ما في حرب ما بعرف أدا بس دستوريا يحق للنائب النواب صلاحيته أنه يوافق يقول موافق يقول معارض يقول ممتنع ويقول غايب نعم لأن الغياب مثل الأمثلات بس بيهدف لتعطيل النصاب هل هل عمل تبع النائب صح أو غلط بالناخب بيقدره بعدين بعدين لما نحن بنظام باللمانة حقيقي وبدولة حقيقية يستحيل أنه حدا يعطر الدورة الانتخابية لأنه بده يخاف من محاسبة الناس بعدين هل الناس أنه معه بأنه كل لأنه ماله انساء بأنه هاي دولة هاي منها دولة واقعا منها دولة يعني هاي بعد خروجنا من المحنة من سنة الوحدة وتسعين تسعين لليوم دفعين أكتر من 40 مليار دولار على الكهرباء ومعنا كهرباء شو بدنا نعدد لنعدد يعني تأختم هيدا المحور بس يعني بدي نظرتك يعني قديش المشهد فيه سوريالية وقديش فيه عبثية لما بتشوف أنه هاي الجلسة الأخيرة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية 36 وثلاثين يعني ومكان فيها 73 نائب بتشوف أنه الكل الموجودين معدى المرشحين الأساسيين للرئاسة هني وكتالون يعني أو يعني هني ونواب ونواب حزب الله دليل شوه ما أعرف ما أعرف يعني أنه جايين كل الناس على الحفلة يعني مثل ما شبهوا بعض الناس أنه في حفلة عرس لكل الموجودين إلا العريس والعروس لا مهني مجرد اجتماعهم 73 نائب وما باشروا انتخاب رئيس جمهورية هذا إذن يقالهم ليش كان لازم يباشروا يعني لازم أنه يجيبوا النصاب ويباشروا بس ما في نصاب نحن 73 يعني ما في يعني بدنا 13 يصيروا 86 معناها ما في مرشحين مين قال ما في مرشحين يعني يعني ما بتعتبر العماد عون والرئيس طيار المرض السلامي فرهجيم مرشحين الحقيقيين لا ما بدأ ترشيح برئيس جمهورية رئيس جمهورية المجلس مين بينتخب بيصير رئيس جمهورية ما بدأ ما في شكليات الترشيح فأذن شعب يعني ترشيح الرئيس الحريري للنائب السلامي فراجي وسلامي فراجي عم يقول أنا مرشح للرئاسة العماد عون مرشح صار له سنتين سياسيا سياسيا أنا عم بحكيك دستوريا دستوريا هاك ما في ترشيح في الرئيس جمهورية بينتخب من المجلس وبيصير رئيس بس هون كمان يعني رئيس الجمهورية يعني بناء على كل هذا التعطيل للنصاب يعني بدنا نوصل لمطرح أو المقصود أنه رئيس الجمهورية يتم انتخابه خارج القاعة ونوصل لجوه يتم تصديق يعني التصديق على انتخاب هذا الاسم أو هذا الرئيس هل هل هذه هي ديمقراطية هل هذه هي حياة سياسية هل هيدا بلد ديمقراطية ديمقراطية لأنه الانتخابات بتفرز أكسرية وأقلية بدون معارضة بدون أقلية معارضة ما في ديمقراطية هذه مصادرة الديمقراطية يعني إلغاء المحاسبة إلغاء المراقبة إذا مثل مصاير من 92 لليوم ما في معارضة نعم نحن أنشأنا معارضة يعني بـ 96 مع الرئيس الحسن اللقاء الوطني اللقاء الوطني النيابي ثم إذا بالـ 98 أنشأنا بالـ 2000 أنشأنا جبهة الوطنية للإصلاح من ست أشخاص فخر وعملنا شغل بأعتقد يعني بهذا الوقت نعم طيب أنا بعد الفاصل اللي أعلني دولة الرئيس بدي فوت على موضوع الأساس اللي هو قانون الانتخاب وبعرف قداش دولتك تعتبر أنه إعادة تكوين الحياة السياسية في البلد تنطلق من قانون انتخابي عادل وصحيح وهلأ بنعرف أنه في لجنة صار لشهران كانت تبحث وما وصلت لمطرح وفي مشاريع أوانين وفي أنون ما يعرف بأنون الوزير مروان شربيل اللي هو الأقرب إلى منطق الأمور بركي بهالمرحلة بعد الفاصل اللي علينا رح نحكي عن هذا الموضوع ورح نشوف روبرتاج اللي علاقة بتفاصيل هذا السحيتي ونتبع هذه الحلقة مباشرة مع دولة الرئيس حسين الحسين دولة الرئيس أنون الانتخاب لجنة أنون الانتخاب يلي على مدى شهرين بحثت مشاريع 17-18 أنون ومعرفنا شو طلع منها يعني أو شو لوين وصلت وكأنه كمان في انطباع عند الناس أنه ما في حل يعني دايما المعوّدين يصير فيه لجان وبحث وبالآخر ما يصير فيه قانون عصري وقانون عادل وقانون يحقق التمثيل الصحيح قبل ما أتطرق معك لهذه الناحية بدأت وقف مع روبرتاج بيلقي الضوء على موضوع لجنة أنون الانتخاب وعلى المشاريع الموجودة وتحديدا مشروع الوزير مروان شهربيل يبدو أن التمديد أو اللاجواب أصبح صفة عامة في الحياة السياسية اللبنانية فبعد انتهاء مدة الشهرين التي كان قد حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري للجنة دراسة قانون الانتخاب لا يزال الجواب حول شكل القانون المرتجع حبيس الأدراج ما يطرح السؤال حول الإنجازات التي حققتها اللجنة في المهلة التي حددت لها صارت اللجنة عاملة عشر اجتماعات برئيسة النائب جورج عدوين هما توصلت لشي هلأ بلشنا نشوف آخر جلسات ليونة عند كل الأطراف يعني ليونة أكتر يعني صار ممثل تيار وطني الحر ألاعون يقبل أكتر بأنون مختلط من درس أنون أنون مروان شربل اللي هو خمسة عشر دايرة لبنان خمسة عشر دايرة والأنون المختلط أكان لبنان على أساس دا يعني أكسر نص أكسر ونص نسبة أو على أساس مثل ما عملوا الاشتراكية يعني فيهم فيهم فزلكة طبعا الاشتراكية والقوات والمستقبل أنه تشوفوا عليه دايرة وحدة هوني كانوا حطين تشوفوا عليه وبعبدة دايرة وحدة أنون عليه بزة يعني هوني الأوانين الأكثر يعني قبولا من الأطراف وبعد كل هذا الوقت التي قطعته اللجنة في مدولاتها العميقة والعقيمة لا بد من التوقف عند التفاصيل ما يعرف بمشروع قانون الوزير مروان شاربي هو دايرة تان ببيروت دايرة الأولى هي أشرفية المائل مدور مرفق وصيفة والدايرة التانية راس ببيروت دار المرايسي من الحصنزاء لبلغة المزرعة سيدة الزهراني جزين صور من تجبال دايرة سيدة الزهراني جزين دايرة نبطية مرجعيون حصبية دايرة بالبقاء الثلاث دايرة زحلة اللي بقاء الغربة رشاية وبعلبك الهرمل بشمال الثلاث دايرة عكار المنية الضنية دايرة ترابلوس دايرة صغرتها بشارة بترون كورة يعني الأقضية المسيحية عاملين دايرة وحدة بجبل لبنان أربع دايرة بعبدا علي دايرة جبال كسروان دايرة المتنعة دايرة ويشوف لأنه بيحملوا هاو أقضية كبار بيحملوا يروحوا على النسبية هيدا طرح جدة عم يبحثوا فيه الكل وهيئتون قبلنين فيه الكل لأنه يعني آخر شي بدون صيغة يقبلوا فيها يعني بس مش فيها التيار وطن الحر لهيئة صرفيني آش صرفيني آش حولك هيدا الأنون ما رح يصير جد إلا إذا قعدوا القادة الثمانية مع بعضون وبحثوا جديا بخلوة يومين ثلاثة أربع آخر شي بيتوصلوا لأنون انتخاب يعني دوت الرئيس بدل البحث العقيم ونحط يعني 17-18 مشروع آنون ونشوف شو بدنا نختار منه وإلى آخره ليش ما بتم العودة إلى الدستور ومن هذا الدستور نستخلص قانون الانتخاب الذي يتماشى مع روحية الدستور ليش ما بيعملوا هيك لأنه لأنه مش ما عندهم الشرعية وعجزين أنه يعملوا هيك شي ومن شأن هاك عم نقول بدنا مرحلة انتقالية يتم فيها إقرار القانون اللي بينطبق على وسيئة الوفاء الوطني تماما وهو انتخاب الانون اللي بعدته الحكومة وحولوا الرئيس جمهورية الرئيس منشيل سايمن من فترة طويلة آنون الوزير الوزير مروان شعربي مروان شعربي نعم اللي هو نسبية وصوت التفضيل شو معنى الصوت التفضيل والنسبية النسبية إنها بتتمثل كل الناس يعني اللوائح اللي بتتقلب بتشرف عليها هيئة مستقلة لحتى يضمنوا نزهتها وبالتالي بتكون فيها صوت التفضيل يعني بمعنى آخر اللي بتاخد مثلا الليحة بتاخد 50% بتاخد 50% من المقاعد بس أية 50% اللي بيبقى الناخب حاطت فيها الصوت التفضيل الصوت التفضيل يعني بالأول بتكون الليحة على الأبجدية بترتب الأسماء على الأبجدية بعدين الناخبين هن بيغيروا هالترتيب بيحطوا الأول والثاني والثالث وفقا لأصوات التفضيل وفقا لأصوات التفضيل شو معنى هذا الحكي؟ معنى أنه ما بيعود فيه إمكانية أنك تنزل أي مرشح بالبراشوت إلا أنه والله أغلبية طائفية جابت المقعد الأقل يعني ما بيعود بيصير فيه محادل يعني؟ لا أبدا يعني مثلا المسيحيين قالوا أربعة وستين نائب نائب بيجوا أربعة وستين نائب يعني بيجوا لأنه ما فيه إمكانية المجيء بأي مرشح بدون طائفته صوت التفضيل بيحمي بيحمي طيب عال مازال مازال قانون الوزير مروان شربيل يتناسب مع الدستور والميثاق وروحية الدستور ومنص عليها اتفاق الطائف ليش عم منلفه من دور حواله عدة قوانين وما بتم البحث بهيدا القانون بشكل جدي والتوافق عليه أو تعديله إذا بده تعديل أو ما بعرف شو لأنه ما رح يرجع كل واحد مثل ما هو حجمه حجمه المفتعل فإذا حفظه غير طبيعي يعني هل بالانتخابات بتعيده لحجمه الحقيقي يمكن يكون شعبيته أكثر مما هو الآن ولكن عمليا ما يكون احتكمنا للشعب وواجهنا نوة بإرادة الشعب فإذا كيف بدنا نوصل لقانون انتخاب عادل ينبثق عن سلطة منا قابلة أن تتخلى عن امساكها بالمفاصل الأساسية هو الاقتراح اللي عم نقدمه للرئيس الانتقالي معه تفويل معه تفويل ليعمل قانون الانتخاب اللي وفقا للدسور من روحية الدسور نعم وفقا للدسور نعم يعني بدون ما يكون فيه أي تأثير آخر نعم عنا استحقاء قريب هو استحقاء الانتخابات البلدية بأي يار يعني بعد شهرين وسط حديث أنه خلص إجراء الانتخابات البلدية حتمة والكل عم بقولوا بدون الانتخابات وكذا بالمقابل فيه ناس بشكك وبيقولولك أنه ما بقى نصدق أنه ممكن آخر تكة يطلعونا بشي صيغة أو بشي تفنجة لتأجيل الانتخابات بس بالأنون هل متاحة عملية تأجيل الانتخابات البلدية يعني التمديد للمجالس البلدية هل متاحة دستوريا وأنونيا بهذه المرحلة إيه يعني عمليا مثل ما صار قابل 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 ما مددنا بواسطة مجلس النواب ما أجرينا الانتخابات بفعل الواقع بفترة من الفترة يعني بس دولت رئيس التمديد للمجالس البلدية بدوا تعديل بمجلس النواب ما هاي حتى لو لأنه إذا خلصوا مدتهم القائم مقامين بيستلموا مهام البلديات لا لا ما صحيح بتستمر بتستمر تكليف لأي مقام وقت اللي بينحل المجلس البلد أما لما البلديات عامة تنتهي مدتها بدك تتركها تكمل سير المرافق العامة تأمين سير المرافق العامة تتركها تكمل بناء على شو بتركيبتها الحاضرة بدون تعديل بمجلس النواب بدون تعديل إذا تعذر التعديل آه يعني فإذا متاحة قصة بس خلينا بالمشاهدين يعرفوا المشكلة وين نحن بالهرم المدني اللي فيه مثلا نقاب محاميين نقاب مانسين الصبا صياد إلى آخره اتحاد عمالي عام تناوب على السلطة مؤمن انتخابات بموعيدها عم تحصل ومتكاملة من القاعدة للهرم بينما الهرم الرسمي اللي قاعدته الشعب وبينتخب هيئات اختيارية هيئات بلدية مجلس نيابي رئي الجمهورية مشاه هالهرم هذا الصين وبالنص يعني أنه انتخبوا بخاتير انتخبوا بلدية بلديات بس ممنوع دخلين نص تهريبي ممنوع انتخاب رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية والمختار للانتخابات النيابية في حين أنه هذه وظيفة تمثيلية وهذه وظيفة تمثيلية بكل بلاد العالم بتشوف شراك رئيس بلدي شابان دلماس كالرئيس بلدي كلهم طلعوا من القاعدة هون قصين الهرب وجايبين النواب من خارج القاعدة شو معنى هذا الحكي معنى حماية المية وثمانا وعشرين نايم من المنافسة من قبل الناس لهم علاقة مباشرة بالشعب ليكملوا الهرميين وليكملوا المعنى الشعب مصدر السلطات الآن بهالطريقة هذه اللي عم نجيب البلديات أولا نسلم لهم صلاحياتهم وبدلا من أنه يكون الإدارة إلها حق الرقابة عملنا حق الوسائل وهذا ضد أنون البلديات وضد الدستور أيضا عملنا لهم سرقنا لهم الأموال نعم المال البلدي مال رسوم مقررة أنونا ودستوريا هذا مالهم فضلا عن أنه طيب إذا عملنا هاك كيف بدأ نعمل لمركزية إدارية ما هي أساسا لمركزية الإدارية هي البلديات بس هون دولت الرئيس يعني بنظرتك للواقع الأمور هلأ بتلاقي أنه جاهزين لا استحقاق أيار لا يما في عندك شكوك لا عندي شكوك لأنه قبل ما نعدل الأنون ونرد لهم أموال هون ونشيل الوصاية عنهم ما هو الانتخابات يعني عم نشغلهم بشي ما له جدوى ما رح يأذم ولا رح يأخر خاصة أنه هلأ هن يحطين أيدهم على البلديات بصورة غير مشروعة بانتخابات صورية نعم نظرا لفؤداء يعني يجب تحرير أموال البلديات وتحرير مستحقات البلديات وأعطاء صلاحياتهم قبل ما نبحث بانتخابات فضلا لأنه نحن مثلا بالأنون اللي عملناه سنة سبعة وثبعين المية وثمانتاعش طلبنا من النخبين ينتخبوا رئيس البلدية ونقب رئيس البلدية هن وعم ينتخبوا المجلس البلدية طالع لا هلأ المجلس البلدي بيرجع بينتخب الرئيس بسبب يعني خد مثلا بيروت دمان عم تجي تختار رئيس الوزارة لأنك منعك عامل الهرم تختار رئيس الوزارة من بيروت طيب بيروت من منتخب من دائرة من أصل ثلاثة أو أربع دوائر مشاهد مضبوط طيب رئيس البلدية إذا كان طبقنا القانون أنه منتخب من الشعب بيكون من كل بيروت منتخب بيكون من كل بيروت يعني بيمثل بيصير أكتر من رئيس الحكومة بدلا ما أن نعمل قانون الانتخابات النيابية منسجة مع قانون البلديات ليتكامل الهرم عاملينه وعند ذلك الاستقرار السياسي بده بالأول استقرار دستوري يعني شو هذا الدواء اللي بيزيد الداء تفاقبا شو دستوريتو هيد هيدا هيدا دواء مناهض لعملية الطلب الشفاء خليني تابع معك دولة الرئيس بس بعد الفاصل الاعلاني بده فوت تأحكي عن مواضيع اللي علاقة بالشأن الحكومي ويعني فضيحة الفضائح اللي هي أزمة النفايات واللي بعدها مستمر قبل اسمح لي قال لك بي الانون الحالي شرع الرشوة طبعا الانتخابات النيابية والبلدية نعم شرع الرشوة اللي صر له أكتر من ثلاث سنين بيرشي الناس هيدا ما اسمه رشوة هيدا ما اسمح له بس الجداد إذا أجو هودا بتكافح يعني يعني ما بعرف في شي مثل ما قلت يعني في هرم مقصوص بالنص يعني بده بده إعادة تركيب صحيح بعد الفاصل الأعلاني أتابع الحوار معك لنحكي مثل ما قالنا عن الحكومة واقعة عملها وأزمة النفايات التي لم تصل لحل منذ أكثر من ثمانية أشهر وشكلت فضيحة يعني بحد زيت بعد الفاصل الأعلاني دولة الرئيس دولة الرئيس بدنا نحكي عن موضوع الحكومة وأزمة النفايات يعني بيفهم الواحد أنه رئيس جمهورية وفراغ رئاسي بركي أنه مرتبط بعوامل معقدة بيفهم الواحد أنه قانون الانتخاب كمان له علاقة بمصالح سياسية وحسابات سياسية طويلة عريضة كمان بس كيس الزبالة معقول يعني دولة بإمه وأبوه وحكومة وسلطة سياسية ما عم تقدر تشيل كيس الزبالة يلي منه يعني مفاعله مش بس على الناس يعني مفاعله ما هن السياسيين والوزراء والنواب وولادهم ونسوانهم وين عايشين ما كمان عايشين بهالبلد كمان معرضين للأمراض وللأوبئة وللتلوث وللجرسيم هالفضيحة يعني فضيحة الفضايح هاي ده بين الترحيل وبين التكديس وبين المبعرف شو ليش ليش وصلنا لهذا مين بيتحمل المسئولية يعني في مسئولية مين بديتحملها بعدنا عم نستكب ذات الخطاء اللي هو أنا أعتبر أنه في دولة وأنه بدأ نحسبها وأنه نحسبها أساس موجود الدولة بعد ما عملنا الدولة وما عملنا المؤسسات هاي دي دليل أنه ما في مؤسسات دليل العجز هلأ وجود هاي كحكومة عم يغطي على الاهتراء يعني عم يمكن الاهتراء أنه يتفاق ولذلك المطلوب بأسرع وقت أنه نطلع من المكان اللي نحن فيه مش بس النفايات يعني وهلأ بيظنهم موضوع الانتخابات البلدية أنه ممكن تلهيهم للناس عن موضوع الحراك الشعبي اللي بدأ هذا وهم لأنه الحراك موجود والمصيبة موجودة بكل بات وبالتالي هني بيعرفوا أنه مش مصلحة لهم يعملوا انتخابات لأنه بالانتخابات هلأ الرأي العام غضب غضب شديد إليهم الانتخابات البلدية يعني وأنا أنا بنصحهم بنصحهم مثل ما كان المعول لسنة 92 أنه يقبلوا بالدخول على السلطة بتيابهم المدنيين بدون تيابهم الميليشيوية هذا ولهلأ بعد ما نفذوا أي شيء يؤدي إلى قيام الدولة أشرت لموضوع الحراك المدني يعني هذا الحراك اللي بلش بتموز مع أزمة النفيات وكان في أمال كتير معلقة عليه ما نشوفه اليوم بعد 8-9 شهور خفت هذا هذا الحراك لا أمالوهم بس ما عاد ما عاد بيوهجوا أول شيء تفرق صار جماعات جماعات وحملات حملات وصار كل جماعة واهتمامها رايح على شيء معين يعني أو على مطرح على مطرح معين لا مش شيء ليش فيك بس في واقع حضرتك دولة الرئيس بتشوف أنه تموز وقاب وقيلول وضع الحراك فيهم مثل ما هو وضعهم اليوم بأدار وبشباط لا لا يعني ما فيه زخم نفسه تمكنوا بواسطة الحوار اللي بيمنع الحوار القائن هذا مش حوار هذا حوار لمنع الحوار مش مش حل حل الأزمان بالتالي يتمكنوا أنه يلوهون بأنه راح نحلح المسائل وهذا شي طبيعي أنه يقتنعوا الناس أنه يعطوا فرصة طب إذا ما تكون تحلوا المشاكل تفضل وحلوها يوم عن يوم يثبتوا بأنه عدم جدواهم بس بالمقابل يعني الناس بعد عندهم سئة بأنه أو بعد بينطلع عليهم الأمر يعني إذا لهيون بشي معين بيصدقوا ما صار لنا ما صار لنا سنين وصار لنا ربع قرن بيلهونة وبدون نتيجة يعني الآن لا ولكن مثل ما شفت بلش الحراك لأنه انكشف كل شي وإني عاجزين عن أي عمل وحاليا أني مش قادرين يعملوا شي لأنه انقسامهم مع بعضهم بس اتفاء على التمديد لحالهم إذا هلأ ما عادت يعني عم نسمع أنه بدنا الحكومة بدت تستقيل فوقت السؤال بس هذا اللي بدأ أسألك يعني لما بيحكي الرئيس السلام أنه في مهدر الخميس زمن حلت القصة لا مبرر لاستمرار الحكومة لما بنسمع وزراء من بياناتهم الشيخ بطرس حرب وغيره فإذا لشو بدنا نظل نجي على الحكومة هذا حكي سياسي بس الحكي الجد هو أنه الحكومة بتبقى لأنه تصرف الأعمال لأنه إذا ما جبت حكومة غيرها هي حكومة الأمر الواقع بس قادرة هذه الحكومة تستقيل يعني قادرة ماذا استقالت بس كأن مثل هلا مثل هلا يعني هلا عم تصرف أعمال مانا عم تنجز تماما بس يعني بالمعنى الدستوري يعني لمين بدا تقدم استقالتها لحالها كيف بدت تقدم لحالها يعني بيصطفوا بقدموا لحالهم استقالتهم لأنه ما في رئيس جمهوريك لمين بيستقالتهم رجعنا للرئيس الانتقالي اللي بينقذنا من هالوضع اللي ما له نتيجة نتيجة كمان في قصة صلاحية الحكومة الحالية بظل غياب رئيس جمهورية بموضوع تعيين وزير بديل عن وزير مستقيل يعني وقت استقال الوزير أشرف ريفي صار في يعني صار في حديث أنه تعيين الوزيرة أليس شبطينة هي وزيرة العدل بالوكالة هل في مجلس الوزراء يعين وزير أصيل أو لا بغياب رئيس لأنه أصلا لو كان مجلس وزارة صحيح عم عم بيقوم بمهمة رئيس جمهورية في فترة الفراغ بصورة استثنائية يعني بمعنى تصريف أعمال للرئيس هون نحن بحالة في وزير في وزير معين من تأليف الحكومة التقليد أنه بعينه وكيل عنه إذا غاب بدل مستمرة العملية في وزير وكيل إذا لماذا بدون يعينه ما عندهم صلاحية يعينه وزير تاني بغياب رئيس للجمهورية لأنه هذا مش تصريف نعم هذا تعيين تعيين جد جد بعد الفاصل أعلن الجزء الأخير من هذا الحوار معك دوتر رئيس حسين الحسيني مباشرة من دارتك في عين التيني دولة الرئيس حسين الحسيني أتابع معك هذا الحوار في الجزء الأخير أو في الدقائق الأخيرة عندي ثلاث أسئلة بدأي أسألهم بداية السؤال التقليدي يلي دايما يطرح عليك وصار ما تروح عليك عدة مرات بس إجاني على تليفوني عدة أشخاص عم بيطرحوا الموضوع إنه ليش محاضر الطائف ما بتنشر ما بتنزع وصرت مجاوب على الموضوع أكتر من مرة بس بركي هلأ تغير شيء أو بركي صار فيه مستجدات قد تسمح بشو لا ما تغير شيء ما تغير شيء صرنا صرنا بعدني عند الكلام اللي رددته مرارا يعني هاي دي لما فيه إمكانية هلأ نباشر بتطبيق اتفاق الطائف إجمالا من اللحظة الأولى المحاضر بتصرف رئيس جمهورية رئيس المجلس رئيس الحكومة ولا مرة حدا طلب مني الاطلاع على المحاضر ولا مرة من السبب السبب أنه ما الأيمي باعتبار أنه الطائف إذا وضع صنع في لبنان ما صنع بالطائف بالطائف صار فيه تداول حول المدة بقاء الكوات لماذا ينظر لهذه المحاضر على أن يعني لأنه بالخطأ الشائع أنه رحنا على الطائف وكتبنا هونيك هالشي شو هالحكين بس لش قعدتوا لكانا عشرين خمسة وعشرين يوم لأنه فيه جانب تحرير الأرض وتطبيق الأرارات الدولية بتتطلب مشوارات دولية وبدنا نظهر التأييد الدولي والعربي الشامل لأتفاق الطائف وبالتالي فيه كمان مناقشات حول وجود السوري وطبيعة هالوجود ومدة الوجود وكيفية مساعدة لبنان على حل الأزمة يعني كله مصار كله مصار السؤال التالي الحديث عن موضوع نظام جديد عن موضوع مؤتمر تأسيسي عن موضوع أنه يعني هاي الأزمة ما منطلع منها إلا إذا دخلنا إلى نظام جديد إلى مؤتمر جديد هذا شو الحديث تضيع الوقت ليس إلا ليش ما في إمكانية برأيك يعني ليش أنه هذا النظام منزل لازم يكون بركي أظبط أنه نطلع على شيء آخر بعد تطبيقه فيك تطلع لقدان بتطور لقدان العودة لورا لورا لوان لنظام المتصرفي لا بركي لنظام أكثر تطورا أو أكثر حداثة أو أكثر عصوية منطب النظام اللي هو على صورة ومثال لبنان ونرجع وبعد منسعى لتطويره لأنه هذا تسوي ذات أفق مفتوح قابل للتطوير ولكن بالوسائل الديمقراطية نعم لأنه مش الشيحة شو بيقول بيقول أخطر الناس على لبنان أولئك الذين يتوسلون القوة لتحقيق غياتهم السياسية نعم بالحقيقة وقتنا عم يخلص وبدأ أختم بموضوع ما أثير وبعرف أنه حضرتك ضانين بمؤسسة الجيش اللبناني وزعجك الحديث عن موضوع الهبات وتوقف الهبات وسحب الهبا السعودي وكأنه الجيش يقوم على خطأ ضخم حصل بقصة جبنا هبا للجيش دستور تبعنا ما بيسمح بهبا مشروطة بتجيب هبا للدولة اللبنانية والدولة اللبنانية بعد هالهبا ما تفوت على خزينة الدولة بتحولها هي بتتصرف فيها أما إذا كانت الهبا مشروطة ما لازم يقبلها لبنان إصلاقها الأمر الثاني أنه اللي صار يعني بهدلنا حالنا وبهدلنا الجاج أنه والله عم نشحد له هذا مش خاضع للشحيد خاضع والمؤسسة الأساسية اللي نجحنا فيها بعد اتفاق الطائف ولذلك كان من نتائج اتفاق الطائف أنه لدينا جاج متماسك وعندنا قوى أمنية مرتبة ويفترض أنه تمويل المؤسسة الأمنية سواء جاج أو قوى من داخل أو أجهزة أمنية تمويل لازم يكون من اللبنانيين ومش خاضع لعملية الحط من معنويات الجيش نعم فضلا عن أنه الفضاعة اللي ارتكبت بإلغاء خدمة العلام لأنه نظرة السطحية للموضوع نحنا ما بدنا جاج طائفة ما بدنا جاج من طائفة معينة أو من فقا معينة وحقيقة واقعا هناك امتناع عن الانخراط بالجيش من عند فئات مسيحية ومسلمة سنية لأنه أبناء المدن ما بيبعث أولادهم على الجندية وصير خربطة بها القصة نعم أنه بيبعث أولادهم ضباط ما بيبعثوهم عسكرية نعم فنحن لما قررنا بالطائف خدمة العالم لحتى لأنه وين التنشئ الوطني والوحدة الوطنية من خلال هذا المعبر من خلال من خلال رفقة السلاح نعم أما هلأ يعني بدل ما نجي نعزز خدمة العالم الغيناها لنعمل يعني التماسك الوطني جينا ألغناها بحيث يعني رجعنا لنقطة الصفر نعم ويوميا عم نهين الجاج نعم عم نمص بسمعته ومعنوياته نعم بينما ما بقي بين دينها إلا الجاج نعم هو المؤسس الأكثر ضمانة للاستقرار وللتماسك من بلد أنا أريد أن أشكرك دولة الرئيس حسين الحسيني على هذه الحلقة أهلا وصهلا فيك من جديد ومن هذا البرنامج وعبر تليفزيون الجديد شكرا لك وللجديد ولكل المشاهدين الله يخليك شكرا مشاهدين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء الأحد المقبل شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين